السلام عليكم ورحمة الله وبركاته طول عمرنا فاكرين البطاطس للألي والسلق والطبيخ بس لأ النهاردة هنعمل منها وصفة جديدة وجميلة جدا وهتعجب الصغيرين قبل الكبار كمان يلا بينا نصلى على النبي عليه أفضل الصلاة والسلام يقول بسم الله الرحمن الرحيم ونبدأ كده مع بعض ونشوف أول حاجة هنعملها إيه أول حاجة معنا البطاطس أنا جبت بطاطسايا كيزا منتو شايفينها وبدأت أشرها بالمبشرة أو بالسكينة الحسن الموجودة عندك بعد كده بقى هنبدأ نجهز مع بعض طبق وحط فيه خمس كبيات دقيق والدقيق بيكون منخول والكباء اللي بعير بيها الخمس كبيات تكون واحدة اهو زي ما انتو شايفين كده تمام بعد كده بقى هنطفع عليها شوية بهارات معنا نص معلقة صغيرة فلفل اسود ونص معلقة صغيرة بهارات السجوء موجودة عند العطار هتلاقيها ممكن تحطي بهارات الفراخ لو انتي حبة ومعلقة كبيرة سكر ومعلقة صغيرة ملح تمام كده نقلب بقى كل المكونات دي كده مع بعض بالشكل ده وحط معلقة الزيت معلقة واحدة بس زيت ومعلقة واحدة خل وكمان معانا كباية مية دافية بنفس الكباية اللي عيرت بها الدقيق حطيت منها كباية مية دافية بس طبعا لسه محطت هاشة على الدقيق ومعانا هنا معلقة خميرة فورية معلقة واحدة بس كبيرة وكمان هضيف على نص معلقة السكر تمام وهغط من كباية المية ربعها كده وحطها على الخميرة وقلبها وهغطيها واسبها بقى ايه اختبر الخميرة اشوفها شغالة ولا لأ عشان بقالها فترة عندي هنا بقى جبت بضايا هروح جاي حطوها على الدقيق ومعانا كمان علب الزبادي بلدي او معلبات الموجودة عندك مش بتفرق ماشي هروح بعد كده بقى ضيفة الخميرة وابدا بقى ايه هلمي العجنة بتاعتي مش هعجنها يعني عجن يعني هي في الطبقة كده زي ما هي هلمها عبصي طبعا انا حطيت كباية المية كلها او هجيب بعد كده بقى معلقة الزبدة كبيرة عشان هلمي العجنة بتاعتي طبعا طرية جدا جدا انا عايزها طرية كده عشان خاطر اللي ما جا شكلها معانا تطلع معانا لحاجة طرية ما تبقاش العجنة معاها نشفة او لميتها بس كده ما عملتش اي حاجة تانية واروح جاي دهنها زيت وحاجة مغطيوها بقى كيس استريس شي كده واسيبها بقى تختمر بقى يعني المدة ربع ساعة كده ربع ساعة ان شاء الله ونرجع ونشوفها تعالي بقى نرجع تاني البطرية بطاطس بتاعتنا طبعا البطاطس انا ما اشتغلتش فيها الا بعد ما خلصت العجنة وروحت جاي مغطيوها عشان تخمر ماشي عملت ايه رحت جاي مقشرة البطاطس وغسلتها وبعد كده بشرتها بالمبشرة زي ما انتم شايفين تمام بس انا كنت جاي باكم مقطع كده قبل الايه قبل العجل انا عملت كل حاجة في البطاطس بعد ما عجنت هنا بعد ما بشرت خلاص البطاطس بتاعتي انا كنت عاملة معاها كمين واحدة صغيرة يعني واحدة كبيرة واحدة صغيرة هروح جاي حطوها في طبق كبير تمام وهاجيب ميا مغلية ميا مغلية حاجة ضيفها عليها تمام وبعد كده هسيبها لمدة عشر دقايق عشان عايز البطاطس بتاعتي تكون مستوية بس كمان سوا كامل وبعد عشر دقايق رجعت وبدأت بقى صفيها بص منزلها نشت زي وكمان استوت معينا هروح الجاي بقى حطف في الطبق الكبير عشان خاطر عايز اعمل حركة كده اجيب ميا من الحنفية واشطف البطاطس من النشا اللي فيها وطبعا الميا اللي فيها النشا دي نهر مياه مش هستخدمها في اي حاجة انا بس عايزة اشطف البطاطس كويس جدا الافضل يعني تعمل حركة دي على الحوض تفتح الحنفية وبدو حاجة يغسل البطاطس كويس من النشا اللي فيها بس كده خلاص هسيبها بقى كده زي ما هي بقى الصفة ولو ما صفتش ممكن تصفها بأيديكي يعني تعصرها جامد جدا كده بأيديكي لو ما صفتش في المصفة بس لازم تصفيها تماما من اي مي موجودة في البطاطس هنسيبها بقى على جنب بقى كده بقى زي ما انت شايفها كده بسم النمو شاء الله وتعالي بقى نرجع للعجينة بتاعتنا ونشوف هنعمل ايه قدي العجينة اختمر تهيت طبعا انا رجعت بعد نصف ساعة شخوتك وتبقى من الحقيق كده فاتأخرت على شوية هجيب بقى شوية دقيق واجيب العجينة بتاعت زي ما قلتلك العجينة طرية يعني مش هنفع تشتغلي فيها من غير الدقيق فلازم تبطنيها كده من فوق ومن تحت كده بالدقيق وتبدأي بقى ايه تفرد يا بصي ما شاء الله عليها طرية جدا جدا ازاي وبتتفرد معانا بكل سهولة العجينة وتبقى طرية معاك تضمني ان اللي انتي هتطلعي المخبوزات بتاعتك طرية جدا جدا اهو زي ما انت شايفها كده هفردها بقى كده بقى شكل دايرة كده او متول على حسب تمام وبعد ما اتخلصيها انا عملتها على شكل بيضوي شكل بيضوي كده وبعد كده بقى روح جايبين بقى ايه البطاطس بتاعتنا اللي احنا صفناها تماما من الميا واروح جايبين هفردها كويس كده على العجينة بالشكل دا تمام اهم حاجة وانا بحطي كده البطاطس اسيب كده ايه اه مسافة في كل ايه في كل طرف كده عشان خاطر لما اجليب في العجينة بتاعتي ما تبقاش الحشو طالع لبرا هنا بقى ضيفتك انا عندي شوية فلفل كافي في التلاجة وشوية زيتون اصويد على زيتون اخضر بص اي حاجة من جودة عندك في التلاجة اهم حاجة كشفها ميا وكامل معلقتين جبنة وانزرلة برضو احتجي حطاهم تمام حلوة قوي كده تعالي بقى اللم العجينة بتاعتنا هلمها كده على شكل رول كده زي ما انت شايفها اهو حلوة قوي كده اهو طبعا كنت فردة دقيق كويس جدا تحت العجينة شخاتي بتلزقش مني في الرخيمة وبعد كده بدأت بقى اللمها كده وهجيب بقى شوية ميا واروح الجاية بالفرشة وحطاهم في طرف العجينة كده شخاتي تقفل على طول اهو بس كده تمام عملنا شكل الرول اللي بسم الله ان شاء الله طويل وكبير جدا بسم الله ان شاء الله فبعد كده بقيتش بقى عرفة اصور بقى الرول كله فجيبت حتة حتة كده زي ما انتوا شايفين هنعمل ايه تلوقتي بالخيط وهروح جاية امدخلاه وقطع كده على قد الايه القطعة وروح جاية حطها في الارضية بتاعتها كده من تحت دقيق وحجيها حطاها على الرخيمة عشان ما تلزقش بس اوطتها كده وحط دقيق وحجيها حطاها من ناحية واحدة كده على الرخيمة اهو ده ما انتوا شايفة كده الموضوع سهل جدا وبسير وشكلناها الطريقة سهلة جدا وكمان حشو البطاطس طعم وطحفة جوه المخبوزات بتاعتنا وحلوة او الاطفال هتعجلون جدا بس بقى ولا تسلقي ولا تطبخي ولا تعملي ولا تقلي لا حاجة جديدة كده بقى بعد كده جيت الصينية بتاعتي بعد ما خلصت بقى الرول لكله وروحت جاية بقى دهناء بالزيت ممكن تحط ورق زبدة لو هتلزق منك بس هي مش تلزق ان شاء الله وحطيت الزيت ومنزقتش سيبيها تهدى وبعد كده بتطلعيها عادي خاص من الصينية وبعد كده احتجاها ببططها بالشكل ده تمام سيبي كده مسافة بين كل واحدة والتانية عشان خطل لسه كمان هتخمر وكما لما بتخش الفرن بتخمر اكتر وممكن ايه تبقى لازق ببعضية فالافضل يعني ان تسيب مسافة جبيرة تمام حسبتها بقى تخمر بقى خلاص غطتها كده بالفوطة وسبتهم يخمر هنا بقى معينا صفار بيضة ومعينا سمسم ومعنا كمان حبة البركة لو عايز استغنى عن السمسم وحبة البركة تمام بالنسبة لصفار البيض حطيت علي نقطتين لبن معلقتين يعني معلقتين لبن وعند كيش لبن حطي معلقة صغيرة جدا هنا بقى رجعني العجنة بتاعتنا خمرت خلاص حدى بقى ده هنا كده وشها بزفار البيض زي ما قلتلك تمام وكمان انا انسيت احطي رشة فلفل اسود يعني بسراح انسيتها خالص النقطة دي عشان الزفارة فانسيت خالص الزفارة الفلبيض يعني انت بقى في تكريبة وحطي بقى ايه لاما نقطة خل لاما تحطي ايه فلفل اسود وبعد كده حطيت بقى زي ما انت شايف كده بقى السمسي محبة البركة حلوة اوي كده هنعمل ايه تلواتي بقى عازين ندخلها الفرن بقى كده على طول بقى المخامرة وزبطناها هندخلها الفرن على درجة حرارة عالية وحطيها في الرف الوسطاني طلعتها بسم الله ما شاء الله كات محتاجة لون بسيط جدا من الوش واحتجام شغال عليها الشوية بس كانت مستوية وطعمها لازيز جدا جدا وطرية وهنشوف كل ده مع بعض بص زي ما قلتلك بتخمر وبتقفل كده على بعضها فاسيبي مسافة بين كل واحدة والتانية بيكون احسن بص طرية ازاي وهشة جدا زي ما انت شايفها ومورقة والجبنة كده سيحة جواها والبطاطس مش باينة تماما يهو بس طعمها الموجود بس هي مش موجود تماما بجد وطعمها طحفة جدا جدا سيحة كده البطاطس جوا الحشو بتاع جوا المخبوزات بتاعتنا بجد يا جامعة طحف ان شاء الله بجد هتجربوها وهتعجبكم جدا جدا خلصت الصينيتين اهو زي ما انتم شايفين او مطلعتها من الفرن على طول غطتها يارب الوصفة بتاعتي اكون عجبتكم النهاردة وتنسوش تحطو لي اللايك وتكتب لي كومنت حيل وجزاكم الله كل خير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته